اشتركوا في القناة الملف النووي الايراني امدادات الطاقة وتعزيز الدور الامريكي في المنطقة ابرز اولويات الزيارة الكريملين يعلن عن موعد قمة ثلاثية تجمع بوتين باردوغان ورئيسي في طهران الازمة السورية وتطورة الحرب في اوكرانيا ضمن جدول اشغال القمة اجلاء الرعاية الجزائريين الذين اصيبوا في الاعتداء المسلح بمدينة غاو بيمالي والرئيس الجزائري يشرف في اكاديمية شرشال على حفل تخرج الدفعات العسكرية تسريبات صفقة ايبار تحاصل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليسار الراديكالي يطالب بلجنة تحقيق وحكومة اليزابيات بارن تنجب فارق ضئيل من حجب ثقة في الجمعية الوطنية في سابقة هي الاولى منذ طرح العملة الاوروبية الموحدة لتداول قبل عشرين عاما اليورو ينخفض الى مستوى الدولار اهلا بكم مشاهدين الكرام يشرع الرئيس الامريكي جو بايدون في زيارة الى منطقة الشرق الاوسط هي الاولى من نوعها له منذ توليه منصبه ويستهل بايدون جولته بفلسطين المحتلة الاربعاء قبل ان يتوجه الى السعودية ويلتقي زعماء دول الخليج ومصر والاردن وتأتي هذه الزيارة وسط مشهد معقد سياسيا وامنيا على الساحة الاقليمية والدولية الرئيس الامريكي جو بايدون في زيارة هي الاولى من نوعها للشرق الاوسط منذ توليه منصبه زيارة وان شاملت فلسطين المحتلة والسعودية الا ان الظروف والسياقات السياسية تضفي عليها اهمية استثنائية تتداخل فيها القضايا والملفات على ابرزها ملف النفط والطاقة بايدون سيسعى من خلال الزيارة لاقناع قادة الخليج والاردن ومصر الذين سيلتقي بهم بزيادة انتاج النفط لتخفيف ازمة الطاقة العالمية والمساعدة في كبح جماح ارتفاع اسعار مواد الطاقة وما يرتبط بذلك من اثار اقتصادية في الولايات المتحدة واوروبا بعد الحرب في اوكرانيا في مباحثات قواعدها مختلفة عما سابقها في ظل تغير استراتيجية حلفاء واشنطن الخليجيين وفي صدارة الاجندة يفرض الملف النووي الايراني الذي وصفه بايدن بالتحدي في المنطقة نفسه بقوة فضلا عن العلاقات الاقليمية والازمات في المنطقة بكل تفاصيلها المتراكمة كحرب اليمن والازمة السورية واللبنانية والعراق وغيرها كثير اما القضية الفلسطينية وان كانت المحطة الاولى لبايدن في جولته الشرق اوسطية يلتقي خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس الا انها تبدو في خانة تهميش برأي مراقبين فمقال بايدن الاخير الذي وضح فيه اجندات الزيارة لم يتضمن مراجعة جوهرية فيما يتعلق بالمقاربة الامريكية في القضية وحل الدولتين الرجل لم يتراجع عن خطوات الادارة السابقة في ملف القدس والصفارة الامريكية فيها واذا ما بدى بايدن خلال الزيارة يؤكد على اولويات الشرق الاوسط ومحورياته ضمن الاستراتيجيات الامريكية الا ان تداعيات العملية العسكرية في اوكرانيا اجبرته ليكون اكثر ليونة في استراتيجياته بالمنطقة في مهمة لم تعد كما كانت بيئة سياسية مغايرة تتضارب فيها المصالح والرؤى هذا وقال مستشار والامن القومي بالبيت الابيض جيك سوليفان ان الرئيس الامريكي جو بايدن سيسعى من اجل زيادة انتاج النفط من قبل دول منظمة اوبيك لخفض اسعار الوقود وذلك عندما يلتقي زعماء دول الخليج في السعودية هذا الاسبوع فيما يتعلق بالارقام المحددة كل ما ساقوله اننا سننقل وجهة نظرنا العامة باننا نعتقد ان هناك حاجة الى امدادات ومعروض كاف في السوق العالمية لحماية الاقتصاد العالمي وحماية المستهلك الامريكي في محطات الوقود الى ذلك اكدت وصائل فلسطينية ان زيارة الرئيس الامريكي جو بايدن الى منطقة الشرق الاوسط لا تخدم القضية الفلسطينية وانما تهدف لخدمة مصالح الاحتلال الصهيوني وتوسعه في المنطقة العربية وقال رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي انه يجب تغيير الاستراتيجية الفلسطينية لانهاء الاحتلال اجماع فلسطيني على ان زيارة الرئيس الامريكي جو بايدن الى الشرق الاوسط وبالاخص فلسطين جاءت لتدعم الكيان الصهيوني في مخططاته ولتثبت الاحتلال بشكل اكبر يبدو ان سيد بايدن يكرر فقط ما فعله ترامب عندما يتعلق الامر بالقضية الفلسطينية انه يريد تثبيت الاحتلال ونظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين ولا يمرس اي ضغط على اسرائيل من اي نوع لوقف الاستيطان وهدفه الواضح هو محاولة اقامة تحالف عسكري واستخباراته على حساب الفلسطينيين وضمان تزود بالنفط حتى هذه اللحظة نسمع كلاما معسولا ولا نرى شيئا على الارض نحن نريد ارادي الها علاقة بمواجهة سياسة هذا الاحتلال اللي هي تسعى الى نفينا وانهاء وجودنا تأكيد من الطبقة السياسية الفلسطينية على انعدام الامال من زيارة بايدن للاراضي المحتلة فالبؤر الاستيطانية لا تزال تتوسع والمجال يفسح اكثر امام الكيان ونظامه العنصري لتنفيذ جرائمه من الواضح ان زيارة الرئيس الامريكي جو بايدن ان المنطقة لن تخدم الا المصالح الاسرائيلية وسياستها التوسعية في المنطقة كل التجارب السابقة وحتى ما تعلن ادار الامريكية تقول ان هذه الزيارة لن تخدم الحقوق والمصالح الفلسطينية بل على العكس تماما الزيارة لتعزيز الاستفافات في المنطقة ضد قوى المقاومة الاربعاء هو تاريخ وصول الرئيس الامريكي جو بايدن الى فلسطين المحتلة يلتقي خلالها مسؤولين في حكومة الاحتلال الصهيوني على مدار يومين كاملين ووفق جدول الزيارة سيلتقي بايدن بالرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الجمعة في بيت لحم لمدة ساعة لا أكثر أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية مقتل زعيم تنظيم الدولة في سوريا الثلاثاء في ضربة نفذتها طائرة مسيرة أمريكية وقال المتحدث باسم القيادة المركزية في البنتاجون إن ماهر العقال قتل اثناء ركوبه دراجة نارية بالقرب من جنديرس شمال سوريا كما أصيب أحد كبار مساعده بجروح خطيرة وخلال الأشهر الماضية أعلن البنتاجون استهدف عدد من قيادات تنظيم الدولة في مناطق متفرقة شمال سوريا بعد فقدان التنظيم السيطرة على الأرض التي فرضها عقب هجومه الكبير في كل من سوريا والعراق صيف عام 2014 تم الاتفاق في الأمم المتحدة على تمديد آلية إيصال المساعدات الأممية إلى سوريا بعد عبر تركيا لمدة ستة أشهر هذا وتم توقف دخول مساعدات الأمم المتحدة من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا للمرة الأولى منذ عام 2014 وذلك بعد فشل مجلس الأمن الدولي في التوافق على تمديد آلية دخول المساعدات يلتقي رئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان بحر الأسبوع المقبل بالعاصمة طهران ضمن القمة الثلاثية المعروفة بقمة رؤساء الدول الضامنة لمصاري أستانا المتعلق بتعزيز التسوية في سوريا قمة أخرى تجمع بطهران كلا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان ابتداء من الثلاثاء المقبل ضمن ما يعرف باجتماع رؤساء الدول الضامنة لمصاري أستانا المتعلق بتعزيز التسوية في سوريا قمة ينتظر أن يأخذ فيها الملف السوري حصة الأسد من النقاشات بين الزعماء الثلاثة خاصة في ظل حديث متصاعد عن ضرورة ضمان مرور المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهواء على الحدود السورية التركية وقبل ذلك يرتقب ونعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات ثنائية مع نظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان فيما أعلن الكريملين أن زيارة بوتين إلى طهران يتم التحذير لها وهي قيد الإعداد فعلا وتجري دمشق وأنقرة وطهران محادثات منذ عدة سنوات بشأن الوضع في سوريا في إطار ما أطلق عليها عملية واسطانا للسلام الرامية لإنهاء الصراع الذي اندلع قبل 11 عاما إلى جانب هذا لن تخل القمة حسب مراقبين من تطرق النقاشات إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا خاصة بعد حديث واشنطن عن أن إيران ستزود روسيا بمئة طائرات مسيرة منها طائرات ذات قدرة على حمل أسلحة مضيفة على لسان مستشارها للأمن القومي جيك سوليفان أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية معلومات تشير إلى أن طهران تستعد لتدريب جنود روس على استخدام هذه الطائرات فيما كان بوتين قد أكد في لقائه مع نظيره الإيراني على هامش اجتماع القمة السادسة للدول المطلة على بحر قزوين الشهر الماضي أن كل البلدين في تواصل مستمر بشأن القضايا الأمنية وأن لديهم العديد من الأمور للتباحث بشأنها وتعد زيارة بوتين إلى طهران الثانية من نوعها إلى الخارج منذ بدء الحرب في أوكرانيا قبل نحو ستة أشهر وحول الموضوع ينظم إلينا مباشرة من إسطنبول التركية الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور عبد المطلب إربا دكتور أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك شكرا إذن ما هي برأيك أبرز الملفات التي ستوضع على طويلة المباحثات بين الرؤساء الثلاثة في قمة طهران نعم تم هناك تحديد الموعد في ستة عشر من هذا الشهر نعم ويكون هناك في الحقيقة تناول عدة ملفات هي مهمة جدا في الإقليم يعني تركيا مع إيران دولتان مهمتان أساسياتا في المنطقة لذلك يجب أن تكون هناك تفاهم ويجب أن هناك اتفاقيات نعم لأننا نعرف هناك الآن يعني يتم تشكيل القطبين في العالم في نظام العالم جديد قطب الشرقي وفصول غربي في الحقيقة التركية الآن في المنطقة هي الدولة المحورية ولا علاقات مع الاتحاد الأوروبي مع الأمريكا غير ذلك لكن لا علاقات أيضا على مستيساتيجة مع روسيا حتى مع إيران لأن إيران أكبر دولة شريكة في الاتصال مع تركيا وعروب السياسية ملفات عدة لكن هناك في العقية بعض الملفات يعني عليها خلافات وبعض الملفات هناك الاتفاق عليها لذلك أحيانا تتعارض المطالح بين التركي وإيران نعم ونحن نعرف أن هناك الآن تم هناك تقارب بين تركيا والدول الإقليم خاصة الإمارات العربية هذه تم هناك اتفاق طبعا التقارب بين تركيا ومحمة بن الزايد تم هناك الزيارة طيب دكتور نعم طيب دكتور قمة هذه السنة تأتي في أجواء مغايرة لما كانت عليه القمم السابقة لا سيما فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا هل تتوقع أن تتمكن روسيا من استغلال هذه القمة لكسب دعم تركي لها في عمليتها العسكرية في أوكرانيا؟ يعني التركي كما قلت هي دولة محايدة في القضايا الإقليم دعم محايدة علاقاتها مع الروسيا علاقات استراتيجية قوية اقتصاد سياسيا تركيا يعني النافذة الوحيدة ممكن تتنفس من خلالها روسيا يعني إطلالها على الشرق الأوصى لذلك نعم هي يعني توزن علاقاتها مع الغرب ومع الروسيا وحتى مع إيران وحتى مع دول الإقليم كما قلت هناك الآن أهم النقطة يتم بين تركيا وإيران هذا الاتفاق على النقل بضاع مثلا التجارية إمارات دول الإمارات من خلال إيران لا تركيا وإيصال إلى مينات إسكندر في تركيا يعني بدلا كان يصل هذه البضاع الإماراتية في 21 يوما لكن إلا لو تم الاتفاق بين تركيا دبي وإيران يكون هذا مينات الرئيس في العقيقة ستصل يعني بضاع الإماراتي إلى مينات تركيا في أسبوع لذلك ستكون هناك رح كبير جدا خاصة من هذا التنقل هذا الملف الأول هناك في العقيقة الحبوبات هناك نقل المواد الأغذية الروسية أوكرانية إلى العرب ولو يمكن هذا يتم إلا من خلال تركيا لذلك روسيا تحتاج للتركية هي تتنفس الآن سياسيا اقتصاديا تجاريا حتى جغرافيا من خلال تركيا لذلك روسيا لا يمكن تتخلى عن تركيا وهي تريد أن تتعاوى علما هناك لن لقات على مستوى وزراء حول توصيل هذه الأغذية الحبوبات خاصة الزيوت غير ذلك لذلك روسيا تتجلت تركيا في توصيل يعني الملطات عديدة جدا سياسية اقتصادية تجارية غير ذلك روسيا تستفيد من وجود تركيا في المنطقة كون دولة محايدة نعم لكن لكن أيضا دكتور هناك أيضا الحملة العسكرية التي تنوي تركيا تنفيذها في شمال السوري لإنشاء المنطقة الآمنة برأيك هل ستصل موسكو وأنقرة إلى توافق في هذا الملف بمناسبة قمة طهران كما قلت هناك ملفات عليها خلاف والمثالة السورية كان عليها في الحقيقة خلاف لكن ألان تركيا هي استفادت وحقا كسبت ألان استغلت وضع الروسي مع أربيا من أوكراني ألان ونحن رأينا على رسال الوزير الخارجية الروسية أنه قال لما تركيا قر حول الأمينة السكرية قال تركيا محق عندها بعض المخاطر بعض القلق حول أمنها لذلك من حقها أن تفكر وتتبادر هذا التصليح كان من وزير الخارجية الروسية قبل شهر تقريبا ولأن أمريكا تركيا استفادت من قوتها في الأقليم ما يتعلق بطبع ضوية الناصر لبعض فنلندي والسويد غير ذلك هي في الأخير تمت تركيا كالضغط على أمريكا وضع غربية لذلك عن ما تم هناك تفاهم وهناك الإجازة السماحة للتركيا حول بدبها العملية يعني تركيا تستغل في الأقل ضعف الروسي في المنطقة كونها محاربة مع غرب من خلال أوكراينا تركيا هي تستغل في الأخير روسيا تتفاهم وإيران مضطر تتفاهم لأن التركيا فقط تحتف شعر واحد وتحقيق الأمن على حدودها فقط 30 كم هذا ليس لا احتلال واضح على أكاديمي والمحلل السياسي الدكتور عبد المطالب إربا شكرا جزيلا لك كنت معنا مباشرة من إسطنبول التركية شكرا جزيلا لك كشف التقرير السنوي للأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بأشأن الأطفال والنزاعات المسلحة لعام 2021 أن الكيان الصهيوني يتحمل مسؤولية قتل 78 طفلا فلسطينيا وتشويه ما يقارب الألف طفل في الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 2021 جوتيريش قرب وللمرة الأولى بوجود غياب ممنهج للمساءلة عن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأطفال الفلسطينيين في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة لعام 2021 كشف المسؤول الأممي عن تورط الكيان الصهيوني في قتل 78 طفلا فلسطينيا وتشويه 982 في السنة الماضية الأمين العام حذر في التقرير من أنه في حال استمرت هذه الأرقام في عام 2022 فسيتم إدراج دولة الاحتلال في قائمة العار الملحقة بالتقرير المقبل جوتيريش دعا دولة الاحتلال للتحقيق في كل حالة تم فيها استخدام الذخيرة الحية حيث أقروا للمرة الأولى بوجود غياب ممنهج للمساءلة عن الانتهاكات الصهيونية ضد الأطفال الفلسطينيين تناول التقرير أيضا قضية الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وشدد جوتيريش على ضرورة التزام الكيان الصهيوني بالمعايير الدولية فيما يخص اعتقال الأطفال وإنهاء الاعتقال الإداري وسوء المعاملة والتعنيف الأمين العام أعرب في تقريره عن قلقه من تزايد الهجوم الصهيوني على المدارس والمؤسسات التعليمية التي تخدم الأطفال ومسيرتهم التعليمية مؤكدا على ضرورة توفير المساعدة دون أي تعراقي يأتي هذا التقرير بعد عشرين عاما من إدراج الأمم المتحدة الكيان الصهيوني في قائمة العار أو اللائحة السوداء وهي لائحة سنوية تصدر عن المنظمة الأممية تضم الدول والمنظمات التي تنتهك حقوق الأطفال في أماكن النزاع في العالم الانتهاكة الجسيمة مصطلح ورد في التقرير ويعني جرائم قتل الأطفال وتشويههم واستغلالهم جنسيا واختصابهم وكذا تجنيدهم إجباريا وحرمانهم من تلقي المساعدات الإنسانية مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور قال إنما جاء في التقرير من انتقاد للكيان على جرائمه بحق أطفال فلسطين والاعتراف بالغياب الكامل لمساءلتها وعقابها على هذه الجرائم خطوة في الاتجاه الصحيح إضافة إلى أطفال فلسطين المحتلة عانى ما يقرب من 19 ألف طفل سنة 2021 من انتهاكات جسيمة بحسب التقرير ذاته في 21 دولة بينها أربع دول عربية هي سوريا واليمن والصومالة وفلسطين أعلن وزير دفاع الكيان الصهيوني بني جانس أنه تحدث مع رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل وتطرق إلى التقارير عن حرق جيش الاحتلال جنود مصريين أحياء ودفنهم في مقبرة جماعية عقب حرب 1967 وكانت الصحافة العبرية قد نشرت أخبارا عن مقبرة جماعية لجنود مصريين قتلوا في تلك الحرب أول رد فعل رسمي من السلطة المصرية كان من قبل جهاز المخابرات العامة التي قل رئيسها عباس كامل في اتصال أجره مع وزير دفاع الاحتلال بني جانس الاثنين بأن المؤسسة الأمنية ستنظر لهذا الموضوع باحترام كبير بينما قال المسؤول الصهيوني إن مصر تظل منارة للسلام في المنطقة بين احترام كبير لروفات جنود لم يسأل عنهم أحد طيلة أكثر من خمسة عقود ومنارة السلام لم تسلط ضوءها على الحقيقة يبقى مصير آلاف الجنود العرب الذين فقدوا في حرب جوان وأكتوبر مجهولا تنتظر عائلاتهم إلى اليوم معلومات عن مصرهم الأخطر في هذا الملف ليس المقابر الجماعية السرية لشهاداء عرب أعدمهم جيز الاحتلال بعد أسرهم وإنما انتشروا تقاريرا لم تؤكدها أي جهة عن وجود أسرى من مصر وسوريا والعراق والأردن منذ سبع وستين وثلاث وسبعين تسعمائة والف في سجون سرية لدى جيش الاحتلال بعضهم زالوا على قيد الحياة ما يعزز وجود عديد المقابر الجماعية لجنود عرب هو العثور في عديد المرات عن رفاة العشرة منهم صدفة أثناء عمليات الحفر المتعلقة بالمشاريع العمرانية سواء في بعض المناطق في فلسطين التي كانت تنتشر فيها بعض الوحدات من الجنود العرب أو في صحراء سيناء أين كان يتمركز جيش الاحتلال بعد هزيمة جوان سبع وستين تسعمائة والف اللافت في هذه القضية أن الكيان المحتل ما زال إلى اليوم يبحث عن مصير بعض من جنوده المفقودين في حروبه مع العرب ويطرق لأجل ذلك كل الأبواب بينما ما زال الصمت يلف مصير الألاف الجنود العرب الذين ما زال مصيرهم مجهولا إلى اليوم في الشان الصحراوي احتضنت مدينة فلورنسا الإيطالية الحدث الأوروبي تضامني للمدن الأوروبية المتوأمة مع الدوائر الصحراوية بمشاركة عديد السلطات المحلية وجمعيات الصداقة مع الشعب الصحراوي في مدينة فلورنسا الإيطالية كان الموهد الذي جمع عديد السلطات المحلية وجمعيات الصداقة مع الشعب الصحراوي وممثلي عشرات البلديات الأوروبية والهيئات المتضامنة مع البلديات والضوائر الصحراوية لقاء نجمع فيه المشاركون على ضرورة توحيد الجهود لتمكين الشعب الصحراوي من التمتع بحقوقه كاملة ما كان رائعا واستثنائيا هو عدد المواضيع الخاصة التي تطرقنا إليها سواء الصحة التربية الإعانات دعم المؤسسات التكوين كل المسائل الخاصة أين أبدى الكل التزامه بالتضامن الدولي وأبعد من هذا إنها شهادة قوية جدا على الاهتمام بالقضيتها الصحراوية وعلى دعم المجتمع المدني للقضية وللشعب الصحراوي وإن كان الحدث متزامنا وجمود مسلسل السلام الأممي بالصحراء الغربية مع عودة الكفاح المسلح إلى المنطقة إلا أن جبهة البوليساريو ثابتة على مصاري السلام في مسعى الوصول إلى حل النزاع في الصحراء الغربية يضمن للشعب الصحراوي حقه المشروع في تقرير المصير والاستقلال وتخلصه من اضطهاد المحتل المغربي هو ما أكده ممثل جبهة البوليساريو بأوروبا أبي بوشراي البشير إنعقادها في إيطاليا وإنعقادها في أوروبا في هذا الظرف الحساس والظرف المفصلي من القضية الصحراوية يبعث برسائل إلى أوروبا وإلى العواصم الأوروبية بأنه من مصلحة الجميع دعم السلام العادل المبني على أساس الشرعية والقانون الدولي وأنه هذا هو السبيل الوحيد لتجنب المزيد من المنزلقات والتصعيد في المنطقة حدث توج بالتوقيع على اتفاق توأمة بين دائرة المسيد وبلدية برغطارو بمنطقة إيميليا رومانياي من قبل نائب عمدة هذه الآخرة والعزة بيبي والي ولاية بوشدور كما دعا الحاضرون السلطات الصحراوية إلى تخصيص يوم رسمي حول التوأمات وناشد الأمم المتحدة تحديد تاريخ دولي خاص بموضوع التوأمات وجهت أكثر من ستمائة وسبع وسبعين شخصية ومنظمة رسالة مفتوحة إلى الحكومة البرتغالية حول مسألة الصحراء الغربية داعية إياها إلى الدفاع بشكل واضح وصريح عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره طبقا للقانون الدولي والمساهمة في إيجاد حل دائم للنزاع كما نادى الموقعون بإقامة حوار متواصل مع طرفي النزاع بإجابة البوليزاريو والمغرب لإيجاد حل يحطى بالمصداقية والديمومة لوضع حد للاحتلال المغربي وإعطاء الأولوية للاستقرار في المنطقة قال الأمين والعام للمركز المغربي لدراسات حول الهجرة البروفيسور عزيز شهير إنه حتى لو حدثت معجزة لن يكون بالإمكان إنقاذ الملك المغربي محمد السادس ونظامه مضيفا أن المملكة الأكثر ظلما في إفريقيا تعيش أزمة هي الأكثر تعقيدا لها منذ عقود تتضاءل أمال المواطن المغربي في حدوث إصلاحات سياسية كانت اجتماعية واقتصادية تقضي على التفاوت الاجتماعي والتغيير المنشود فالنظام السائد انفلتت من يده الأوضاع حد الانفجار أو هكذا يقول الأمين العام للمركز المغربي للدراسات حول الهجرة جميع المواشرات تفيد أن سياسة المخزن تمر بأسوأ أزمة منذ عقود وهذا في جميع المجالات كل الأضواء حمراء وحتى المعجزة لا يمكن أن تنقذ الملك ونظامه تصريحات البروفيسور المبنية على أرقام وبيانات تثبت تدني الوضع الاجتماعي ودخول المواطن المغربي حلقة الفقر من خلال توسع الفجوة بين طبقة المجتمع المغربي النمو الاقتصادي للمغرب لا يتجاوز نسبة واحد بالمئة واحتياطات الصرف يمكنها أن تغطي مدة ستة أشهر فقط من وردات السلع والخدمات مع تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التيهان الملحوظ زاده غياب الملك عن المشهد وازداد لبسا تشكيك الجميع حول مكان تواجده خصوصا بعد ظهوره في وضع صحي كارثي وهو يؤدي صلاة العيد سياسة وتطبع التي انتهجها نظام المخزن مع الكيان الصهيوني لم يكن لها صدى المنتظر من الملك الذي بات شبه غائب وظلا لنفسه في بلد صار على وشك الانهيار لم يترك هذا المركز مجالا إلا وشخصه والنتيجة حدة في الاحتقان شارع مهيأ للانفجار وثورة جياء من شأنها لطاحة بنظام الحكم وفق المتابعين للوضع في المغرب أفاد بيان الخارجية الجزائرية أنه تم صباح ثلاثاء إجلاء والرعاية الجزائريين الذين أصيبوا في الاعتداء المسلح بضواحي مدينة جاو شمال مالي ليلة الجمعة الثامنة من جويديا الجاري وجاء قرار الإجلاء حسب ذات البيان بأمر من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حيث قرر تخصيص طائرة عسكرية طبية لنقل الجرح وعددهم ثلاثة ثلاثة مواطنين لتحويلهم إلى المستشفى العسكري بالعاصم الجزائر فيما شرى ذات المصدر إلى أن التحضير لهذه العملية تم من طرف الخارجية الجزائرية بالتنسيق مع سلطات جمهورية مالي وصهرت على تنفيذها على جناح السرعة مصالح وزارة الدفاع الوطنية أشرف رئيس الجزائري عبد المجيد تبون ثلاثة بالأكاديمية العسكرية لشرشال على الحفل السنوي لتخرج الدفعات وقد أعطى الرئيس تبون الموافقة على تسمية الدفعات المتخرجة باسم المجاهد عبد الحافيذ بوصوف واستهل واستهل الحفل باستقبال الرئيس الجزائري من طرف الفريق أول سعيد شنغريحة رئيس الكاني الجيش الجزائري كما تميز بتحريق سيربن من الطائرات زينت سماء الأكاديمية بالألوان الوطنية الجزائرية فيما قدمت أو قدمت بساحة الأكاديمية استعراضات عسكرية مختلفة شملت عروضا رياضية في القتال المتلاحم وزير الدفاع الوطني تمر الآن بأجواء الأكاديمية العسكرية لشرشال رئيس الراحل هوارب مدين سر مع أربع طائرات من نوع سخوي ثلاثون سي الحر الذي يعتبر من بين المهارات والتي والتي تجد بالمستوى العالي والإحساس هو قالت الممثلة الخاصة لرئيس مفوذية الاتحاد الإفريقي في ليبيا وحيد العياري إن اللجنة رفعة المستوى للاتحاد حول ليبيا تعتزم عقد مؤتمر جامع للمصالحة وسيقم الليبيون أنفسهم بتحديد أجندته كونه مؤتمر ليبيا برعاية إفريقية ورجحت العياري أن يكون المؤتمر مسارا تكمليا حال فشل المصار الراهن موضحة أن الاتحاد يركز على المصالحة الوطنية ودعم المصاري القائمي والذي تبنته المجموعة الدولية في مؤتمر برلين قال الرئيس الفرنسي السابق فرنسو هولند إن الإليزي لم يكن على علم بالصفقة بين رئيس الدولة الحالي إيمانويل مكرون وخدمة سيارات الأجرى إيبار الأمريكية وأضاف هولند في تصريحات في صحيفة لباراسيون نعم إنه على مستوى الإليزي لم يتم التعرف على أي صفقة على الإطلاق يأتي هذا في وقت طالب نواب برلمانيون بإنشاء لجنة تحقيق لكشف حقيقة التسريبات التي نشرتها الجارديان ولموت خيوط القصة الكاملة تبدأ في فترة تولي الرئيس إيمانويل مكرون الحقيبة الوزرية في حكومة فرنسو هولند كوزير للاقتصاد الفرنسي ما بين عامي 2014 إلى غاية 2016 حينها اندلع توطر بين سائق سيارات الأجرى ونظرائهم من الشركة الأجنبية إوباغ بعد سنوات تسريبات عن صفقة سرية بين ماكرون وإوباغ تضع الرئيس الفرنسي في قلبي فضيحة الجارديان ولموت كشفت عن مكالمات هاتفية واجتماعات نعقدت في مكتب وزير الاقتصاد سابقاً من أجل مساعدة الشركة على تعزيز موقعها في سوق النقل الفرنسية الصفقة السرية أصبحت علنية بعدما نشرت ليس فقط في الأوسط الإعلامية بل وصلت إلى الجمعية الوطنية الفرنسية لتزيد من متاعب الرئيس الفرنسي عقب فشله في الحصول على الأغلبية البرلمدية في الانتخابات التشريعية الأخيرة أمام صعود غير مسبوق لليسار الراديكالي الذي ما كان ليضيع فرصة فضيحة أوباغ لنصوب سهام الاتهام إلى إمانويل ماكرون رئيس التحالف اليساري جون لوك ميلانشو طلب بتشكيل لجنة تحقيق برلمدية لكشف ملابسات الترخيص المقدم لشركة أوباغ ليس هذا فحسب بل متاعب ماكرون امتدت إلى جهازه التنفيذي حيث تعرضت حكومة إليزابيت بورن في أقل من شهرين من تعيينها لمحاولة حجب الثقة حيث تحصلت على تأييد 146 نائبة فضيحة إمانويل ماكرون مع شركة أوباغ على هولها والزخم الإعلامي الذي رفقها ووصفها من طرف البرلمانيين بأنها سرقة للفرنسيين إلى أن الرئيس السابق فرانسوا هولند الذي كان المسؤول الأول والمباشر على إمانويل ماكرون تنكر لها وقال أن الإليزي لم يكن على دراية بوجود الصفقة أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الصاروخية استهدفت بصواريخ إسكندر تمركزا للقوات الأوكرانية في أوديسا ما أصفر عن تدمير منصات إطلاق سواريخ هاربون الأمريكية المضادة النعم الأمريكية المضادة للسفن وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن ضربات بصواريخ عالية الدقة أسفلت عن مقتل نحو 200 عنصر من القوات الأوكرانية بالإضافة إلى تدمير 26 آلية عسكرية في مناطق في إقليم دونتسك خلال اليوم الماضي هوى اليورو لأدنى مستوى له في عشرين عاما الاثنين واقترب بشدة من مستوى التعادل مع دولار بفعل مخاوف من أن أزمة طاقة ستدفع المنطقة إلى ركود وهبط اليورو بواحد فاصل ثلاثة في المئة مقابل العملة الأمريكية لتتساوى العملة الأوروبية مع العملة الخضرة في أضعف مستوى لها منذ ديسمبر 2002 وفي المقابل تلقى دولار دعما من توقعات من مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وأقوى من أقرانها قرابة الخمسة أشهر عن شروع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة وثلاث زيادات متتالية في تسعير الدولار تعد الأعلى منذ ثلاثين عاما العملة الخضرة تحلق عاليا قرارات متتالية كانت دولار في مقدمة المستفيدين منها فارتفعت العملة الخضرة لتسجل مستوى قياسيا جديدا منذ عشرين عاما مقابل سلة من العملة الستة الرئيسية أبرزها اليورو الذي ظل متفوقا على الدولار لسنوات لتتساوى العملتان أخيرا لأول مرة منذ 2002 الدولار القوي لم يهزم فقط اليورو بل ارتفع أيضا مقابل الينا الياباني لأعلى مستوى منذ 24 عاما وذلك بعد أن عززت مخاوف النمو العالمي الدولار كملاذ آمن على نطاق أوسع ويأتي هذا الصعود وسط عملية شراء مكثفة للعملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ومتع في سوق صرف العمولات الأجنبية بحسب وولستريت جورنال وعززت بيانات الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة وتصريحة بعض أعضاء لجنة السياسات النقدية الأمريكية من احتمالات رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية مرة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس خلال اجتماع هذا الشهر من قوة الدولار تحركة الفيدرالية الأمريكية عززها أيضا تأثر الاقتصادات الأوروبية بتداعية الحرب في أوكرانيا مع تهديدات بتلاشي مصدر 40% من حاجيتها الغازية وبلوغ معدلات التضخم أعلى مستوى لها منذ تأسيس منطقة اليورو ما يهدد الكيان النقدي المشترك بالدخول في رقود اقتصادي ويدفع بالمركزي الأوروبي لرفع نسبة الفائدة لأول مرة منذ عقد من الزمن يتأهب حجاج بيت الله الحرام للقيام بطواف الوداع في مكة المكرمة والرحيل من مكة بعد أدائهم فرضة الحج وقام ضيوف الرحمن ثلاثاء برمي الجمرات في ثالث أيام التشريق ومغادرة مشعر مينان وتمكن المتعجلون من مغادرة مينان قبل غروب شمس أمس الاثنين يتجه حجاج بيت الله الحرام غير المتعجلين الثلاثة إلى المسجد الحرام في مكة لأداء طواف الوداع وهو آخر ركن بالمشاعر المقدسة بعد رمي جمرات ثالث أيام التشريق إيذانا بإنهاء مناسك الركن الخامس من الإسلام الحجاج وفي ثاني أيام التشريق الاثنين قاموا برمي الجمرات الكبرى والوسطى والصغرى وغادر المتعجلون مشعر منان قبل غروب شمس الاثنين بينما بقي من غربت عليه الشمس حتى الثلاثاء ليرمي الجمرات الثلاثة وفي اليوم الثالث من أيام التشريق يرمي الحج الجمرات الثلاث كما فعل في اليومين السابقين ثم يغادر منا إلى مكة ويطوف حول البيت العتيق للوداع ليكون آخر عهده به نحو مليون حاج أدوا هذا العام فريضة الحاج لأول مرة منذ جائحة كورونا ويعد هذا الرقم أقل بكثير من الأعوام التي سبقت كورونا حيث وصل العدد في تلك المواسم إلى أكثر من مليون وخمسمائة ألف حاج بحسب بيان لوزارة الحج والعمر السعودية من جهتها أكدت وزارة الصحة السعودية نجح خطط الحج الصحية لهذا العام وخلوه من أي تفشيات أو مؤثرات على الصحة العامة ختم الحصاد والتذكير بالعناوين البيت الأبيض يكشف أجندة الجولة الشرق أوسطية للرئيس جو بايدن الملف النووي الإيراني إمدادات الطاقة وتعزيز الدور الأمريكي في المنطقة أبرز أولويات الزيارة الكريملين يعلن عن موعد قمة ثلاثية تجمع بوتين بأردوغان ورئيس في طهران رازم سوريا وتطورات الحرب في أوكرانيا ضمن جدول أشغال القمة إجلاء الرعاية الجزائريين الذين أصيبوا في الاعتداء المسلح بمدينة جاو بي مالي والرئيس الجزائري يشرف في أكاديمية شرشال على حفل تخرج الدفعات العسكرية تسريبات صفقة إيبار تحاصر رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليسار الراديكالي يطالب بلجنة تحقيق وحكومة إليزابيت بورن تنجو بفارق ضئيل من حجب الثقاف الجمعية الوطنية في سابقة هي الأولى منذ طرح العملة الأوروبية الموحدة لتداول قبل عشرين عاما اليورو ينخفض إلى مستوى الدولار شكرا لطيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا لطيب المتابعة إلى اللقاء